السيدات والسادة مساء الخير السينما منذ نشأتها اعتبرها النقاد والمؤرخون الوسيلة الفنية والإنسانية الحية والحاضرة دائماً مع الإنسان في كل مكان بالصوت والصورة تروي حكايات البشر وتحكي قصص وأحلام الناس وبطولاتهم اليومية في الحياة وحتى الآن هناك أجيال شاهدت في سينما فقط حكايات عن الحرب العالمية لم تقرأها في الكتب وهناك شباب شاهدوا لأول مرة في الأفلام قصصاً مدهشة عن نضال المصريين في ثورة 19 أو بطولات حرب أكتوبر ومن قبلها قدمت الشاشة أيضاً العديد من الروايات عن فلسطين وقصص معاناة أهلها المستمرة حتى الآن اليوم نلتقي بمبدع موهوب اهتم في أعماله بحكايات البسطاء خلف غبار معاركهم اليومية في كل مكان ليحكي كيف قدمت شاشة السينما قضايانا وتاريخنا إلى العالم وكيف تناولت الأفلام الصورة الحقيقية والتفاصيل اليومية لنضال شعب وحكاية وطن عن السينما والحرب عن الدراما الإنسانية وبطولات البشر العاديين حديثنا اليوم من مصر أهلاً بكم